منذ الإنقلاب وانتقال الشرعية إلى الرياض تعرضت الدولوماسية اليمنية لتغييرات كبيرة لم يكن عنوان هذا التغيير هو استقطاب وتعزيز مواقف المجتمع الدولي ضد الإنقلاب الذي أسقط الدولة بل كان يمضي على طريق توزيع المناصب الدولوماسية وفق أسس مناطقية وأسرية تعامل هادي مع السلك الدولوماسي بخفة واستهتار لم تشهده هذه المؤسسة منذ إنشائها قبل عقود العديد من السفراء والدولوماسيين الذين تم تعينهم خلال الخمس سنوات كانت أبرز مؤهلاتهم هو انتماؤهم لمنطقة هادي أو قبيلته أو مقربين من ابنه جلال المقيم معه في الرياض وهو ما أظهر الدولوماسية اليمنية بشكل سيء للغاية خلال الأيام الماضية كان اثنان من سفراء هادي أبطالا لعدد من الأحداث المأساوية ففي القاهرة كشفت الوثائق عن قيام السفير محمد مارم باستحواذ على مقاعد طلاب من أوائل الجمهورية وبيعها لطلاب آخرين بآلاف الدولارات ليتم الإعلان لاحقا تحت ضغط الرأي العام عن تشكيل لجنة للتحقيق مع السفير من قبل رئاسة الوزراء إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حتى الآن ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده في موسكو كانت السفارة اليمنية قد شهدت اعتصاما لثلاث طالبات نبتعثات وبعد أيام قام السفير الوحيشي باستدعاء الأمن الروسي لاعتقال طلاب احتجوا أمام السفارة متهما إياهم بأنهم يشكلون خطرا على حياته ليعتقلهم الأمن الروسي ويرفع قضيتهم إلى المحكمة الأمر الذي يجعلهم عرضة للترخيل قبل إتمام الدراسة على المستوى السياسي كان أداء السلك الدبلوماسي كارثيا على مدى سنوات الحرب وهو من عكس سلبا على مواقف المجتمع الدولي من الأزمة اليمنية معظم سفراء هادي لا يؤدون مهامهم بما يتناسب مع الوضع اليمني الراهن بل تحولت وظائفهم إلى مصدر للتكسب والاستغلال المالي وتعيين أقاربهم في بقية مناصب البعثات الدبلوماسية ليستمر وضع الدبلوماسية بالإنحدار من سيء إلى أسوأ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر